عمرك قبل كده اشتغلت على تقرير الفترة طويلة وفي الاخر وجهتك مشكلة زي دي او حتى زي دي لو ده حصل معاك يبقى انت محتاج تتعلم معايا ازاي نستكشف البيانات وتوقع مشكلتها قبل البدء في اجراءات تحليلها الكلام ده حاملوا مع بعض فبس مباشر يوم السابت 9 اكتوبر الساعة 12 ونصر ظهرم بتوقيت القاهرة باستخدام الـ Power Query وباستخدام الـ Dynamic Rai واحنا بنشتغل على Dynamic Rai هنستخدم Unique و Filter و Sort وبعض الدوال الاخرى من دوال الـ Worksheets زي Rose و Count و Count A ودوال تانية وكمان احنا شغلين على الـ Power Query هنتعلم طريقة مبتكرة جدا هتخليك تكتب M-Code Functions حتى لو انت مش خبير في كتابة الأكواد وهنتعلم مع بعض بعض الدوال زي Table.RowCount, List.Min, List.Max ودوال تانية كتيرة وحنشوف بعض التركز على الـ Power Query Editor زي Demote Headers وحنشوف بعض الـ Statistics اللي ممكن نجيبها على البيانات باستخدام الـ Power Query Editor استنونا